السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في قناتي وقناتكم اليوم انا اعمل معكم واحد من المعسلة تتحتاج بزاعة في رمضان وكذلك في الاعياد هي البقلاوة التطوانية الشمالية على حقها وطريقة بكل تفاصيل سهلة تتحدي فبالنسبة لي استعملت هنا يا 600 كرام اللوس حيط له القشور ديالو مسلقتوش هيك بتاليه المسخون ونبدأ حمرتو في القلية الهوائية على درجة 325 واحد 16 دقيقة تحمر ودن ديرو اي تتحن هانتوما يبليكم هنا هنحطو الدين وانتوما في اي تحنة عندكم انا درتو في هادي ديال تغمو ميكس ادن نستعمل هادا نومود توربو ادن دير نص ثانية ادن دين نص ثانية ونبدأ ندرب من ستينية من ستينية وانتنا بقتا نشوف تتاوصي هديك المرحلة اللي بغيت ما تكون ش اللوس غبرة وما تكون ش هكا كبير تكون هذا مهارمش مهارمش صغير هنا اللوس غاني كنت لاجبتو نحيط لوقشور حمرته في القلاية الهوائية نضيفه على 325 فارنهايت 160 درجة نضيفه 15 لقاقة ثم نضيفه ثم نضيفه نضيفه 300 غ نضيفه 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 أحضر سكار قطاع نضيفه نضغط هذه المسكاة الحرة ثم نضغط هذه المسكاة الحرة يضغطها الحرة نضيف الرئيس طبق القرفة لا تقوم بزهرج نضيف السكر تجد من المنزل الصفال الى الزهر وفتح الزبدة النوازة لذلك أحتاج الزبدة انوازة لذلك من الفيلو ثم نضيف الزبدة سمن، وضيف معلقة صغيرة يوجد المنزل الصفال الزبدة النوازة انسخنها كما يقوم باللوم نضيف المسكاء الحر في بات تحنة مع القديل السكر وضروري أن تغرب لها لا تقرأ حول تغززها كالخم نضيف الوئيس نضيف المضاق على المضاق لا تقرأ نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة نوازت الزبدة لا تكون الحليب تكون نوازت الزبدة نوازت الزبدة نوازت لا تكون مظهور لا تكون الزبدة الزبدة مقرمش ورقة الزبدة 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 تتجيب الزبدة تتجيب الزبدة نعمل بورقة الرقم 4 اللي عنده الورقة البصطيلة يخدم بها أو اللي ما عنده شادي يخدم ب الورقة دي الفيلو هي أهم شيئاً الواحد يدهنها مزيان بالزبدة حسنا الورقة دي البصطيلة كذلك الزبدة نوازت وخدت قطع معاكم شوها تتقطع ماشي مشكل انها تقطع تتعود تسودا عند الطيعة وتتعود تتلوي حتى تتقد يعني الورقة دي الفيلو تت معروفة انها تتقطع ولكن ماشي مشكل هانتوا مداما تخافوش منها هانتوا مشوفوه هنا تندهنها مزيان بالزبدة النوازية اللي مخلطة بالمعلقة دي السمن تبقوا هاي المراحل ونتيجة النهائية تحوج لكم مزيان ان شاء الله واللوز ديالنا الخائد اللوز تندردروه على الوسكولو تنخليو الجوانب خاوية تنديرو على شكل مربع هكذا ولا مستطيل تنحاولو نخليو الجوانب من بعدو لها اللوز هاندي لكم جوش ديال الطرق ديال الطي وانتوا ما اختاروا الطريقة اللي تتفضلوا لستعجبكم وها ما تنرش مزيان هكذا اللوز وده نبدا نطوي هانا وخا تتكون مقطع ماشي مشكل لان الورقة ديال الفيلو انتوا ما اوزهركم شبه المعتد تتقطع ماشي مشكل عراف النشيجة الخارنية تتكون مزيانة ماشي مشكل هي طويوها اعطيوها الخاطر وطويو متساوي وانتوا ما تطويو في كل طي انتوا ما تطويو وتدهنوا بالزبدة وتدغطوا بيديكم هي تبعوا المراحل او تنطويو جيها الخراد نطويوها بحال مستطيل هادي شكل ديال الطي اللولانية بحالة عكذا بحالة الطوية تدخلوا هذيك الجواني ما تخليوهاش ها الورقة مكركبا ها وطاني اذا ندهن شوية بش هاد الورقات نجي كلها مقرمشا مقرملا مليسا الطيب وطاني اتعطيكم الطوية نسا في هذا نطوي انتوا ما الطوية تقص صغروا او لا تكبرو في الطوية على حسب كيفاش بغيتوا البقلاوة ديالكم نجي لأرض ديالها هاتوا ما تشوفوا هنا وخات قطعات بقيت مستمرة نطويها يعني ماشي بصعوبة عاوة نجيب هذا الجنب ونطوي طوية واحدة اخرى هاتوا ما تعطيوها الخاطر بحالها هكذا واللي بغي يصغر الحجم ديالها في الطيب يصغروا هاد الشي تبقى اختية شخصية وتندغطو دائما تلفو وتندغطو تلفو وتندغطو انا بغيش نحيي هاد المقطع انها تقطع ديال من هادك الجنب باش زي ما لو قعت معكم نفس الشي ما تخافوش منها نهائيا عادي جدا ان الورقة ممكن انها تقطع اذا بادا ديال الورقة التانية اللي نطيبها تهي اندهنها بالزبدة اذا ديجوش ورقة الورقة اللولانية يعني اللي بفيتها والتانية اذا نلف فيها هادك نقطيب ديال البقلاوة بتعطوها الخاطر هانتمو بحال لي عندكم جوش ديال الطريفات تعطوها الخاطر مزيان ودا نبدأ اللف ديال هادي الطرف التاني الورقة التانية ديال الفيلون تم تتلفون تم تدهن المهم الورقة يكون فيها الزبدة هانتمو بتتبقاش نهائيا هادك الجهة اللي مقطعة ما تتبقاش تلفوها في هاد الورقة التانية بتشوفوا النتيجة النهائية انتمو تتلفو وانتمو تدهنو وانتمو تضغطو بحال ميستار وفي آخر طبقات تنعودوا ندهنو بالزبدة فمزيان او دازم ندهنو وتعودوا ندهنو بالزبدة واتضغطو بحال شي ميستار سافي ها هي شوف ادهن جات قطعة وحدة ما مقطعة ما ورود هانتم سافي ودهننخليوها ونعودو نكملو البقية كل وحدة هاكتا طويلة ادهن ديرو فيها جوج الورقات ديال البقلاو ديال الفيلو سبحوني انا عود معاكم الطريقة ولكن ديال طريقات عن يدابا نفس الشي ادهن مزيان بالزبدة وادهن دردر اللوز تحلي ذات من قبل هادي هادا تكون طيئة من شكل مختلف انتم اختاروا الطريقة اللي تفضلوا اللي يجيكم سهلة هاكده اللوز مزيان اي تدردر اللوز ولا لكن ما شكتها من القياس المهم يتضغط ودهن كذلك نشي هادي الورقة جات هاكدك فيها الطرف مقطع من واحد التيجه ولكن مشي مشكلات تحلوها تتحلوها تتقاد في الأخير مني تدروا الورقة التانية كل شي اللي مقد تبقى بها تقطع والأول اعطوها هاي الخاطر وترجي هاد ورقة اللي في ترجي مقرم المشا ومقرم لا هاي اعطوها الخاطر راح ماشي صعي بها بزا في الخدمة دي هاي منتحلوها خدمو بها وهي طرية ما تخلوها شي معرضة اللي هو وعودتين تعودوا ترجعوها وتعودوا تخدمو خدمو بها وهي طرية هاد القطعات التانية دم دن اللوي عودتاني ونبسط بحال مستار ونضغط عليها اللوي ونضغط وساعة ساعة وندهن اللوي وضغط وتن ادهن هاي جمعات شوف ما شاء الله ومقطع ما والو داب صافية دن دهنها مزيان ونحطها ترتاح حتى نكمل البقية اللي عندي كلها هنا كملت هنا خجولية 8 والأسبعة والأسبعة ديال القطفان هاكدا ودن وبقالية شوية ديال الوسبا لذيك الكمية تتخرج اكتر تقدر لكم حتى السود اللقد بحلاك انا كتفيت بسبعة اللوز لاخور رد ان استخدم بحاجة اخرى يعني هذيك البقر يعني انتم هاي 400 جرام ديال اللوز تقدر تخرج لكم هذيك الكمية حتى ناد 600 صافي خليتوا يرتاح خليتهم يرتاح حتى جمدة تقليهم الزبدة شي شوية وتنبدأ نقطع بهذا الطريقة وتنديرهم في اللاط حتى بعض اياتهم تديرهم متكوكين حتى بعض اياتهم هي ممكن تخليها تباد ليلة كاملة وممكن تخليها ترتاح شوية 10 ساعة ساعتين ديالما قانا وتبدأ وتقطع و المؤهم شي هي في الطياب انهم تلسقوهم حتى بعض اياتهم بش هذيك اللوز ما تخرج البر في ساعة الفيلو اللي خاوي من جناب وتتحاول تقطعو كمعين القياس اللي انتم مع تتفضلوا وتتحطوهم حتى بعض اياتهم فلطة تستفوهم بهذا طريقة حتى تتكملوا الكيمية اللي عندكم كلها اللي خاوي تلوحوه ودكو الجنيبات اللي تبقاو على شكل مثلات ولا هذا ننطيبوهم في اللخ فوحد اللطة ومبوحدهم مدلوحوهم غير الطرف اللي ما فيش اللوز هو اللي تلوحو هذو الطرفات الصغار تنطيبوهم بوحدهم في شلاطة صغيرة هانتوما تقطع بحلاكة بكل سهولة هانتوما قدامكم تقطعو بسكين تيكون حد تقطعوهم تزوهم هكا بشي سباتل وتتسفو محدبا دياتهم والسكين مش بحي تدوز وتقطعو الخبز تتضغطو من الفوق اللي تحت لفوق اللي تحت لفوق اللي تحت تتقطعوهم والسكين يكون ماضي ماشي تتبقى ودوز وترجعو بالسكين حتى تتكملوا هذ الكيمية اللي عندكم كاملة هنتو شفوا ما شاء الله رامة تتفرت ما تتبقى لها ولا فاش تتقطع وتهز تتبقى صعينة هي هي تبعوا المراحل بكل خطوات وان شاء الله تخرج لكم ناجحة جدا وما تتأدبوش معها نهائيا اثناء كنتم سخنا فرانة 350 دراجة هي 180 دراجة سلسوس تدخلوها تتحمر مدة 20 دقيقة حتى تتحمر لكم وانتم معينكم ميزان لكم تدوز لك 15 شقق اللولانية تبدو تشوفوا وش تحمرات لكم للا أنا صعفيد 20 دقيقة قبطت ليا تحمرات من الداخل أو من برها تتبقىش معجينة وعجينة لداخل كلها طيبة وكلها مقرمشة في 20 دقيقة على 180 دراجة سلسوس ولات 350 فعنهايت كانت كافية جدا بالنسبة لي دا بعد ما حدها صخونة على الله خرجها أدن نصب عليها لأس بارد أنا أدن نخليها في نفس اللاطة لأن كلها جت متكو كاف اللاطة أدن نكب عليها لأس لأس واللي بغا يدير شي بانيو أو لأ شي تنجرة تكون فيها عمر بالأس ويهس ويحط فيها ممكن أنا بالنسبة لأي ندير هاي فنخلي ها في اللاطة ونعم عليها لأس 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 حتى تشرب الأس لأس لأخطر ها كل ما خليتي وها تشرب الأس كل ما كان مزيان يعني ممكن تخلي واحد تتبات ولكن أنا فم تخلي تهيش سويات هاك في الأخ الأش هي في الليل هزيت ها هزيت ها هزيت ها تستقدر كان شرب الأس كل شرب تقريبا ما بقاش الأس الكيمية اللي دات فيها كل ها تقريبا شرب ها كذلك كنت ما بينو بين قلبتها جهة تحت نية تبقى محمرة هاك دك سافي من بعد ما قبلتها دات فوق صفايات فاطلية هذي نتيجة نهائية جات ما شاء الله قابط راتها ومع السلام زيان والطبقات كلها بين كلنا تبقى وطبقى بين والورقة مقرمشة ومقرملة تتبقى بحال هاك دك لأن نفس زبطا وازد ما كانش نهائية للماء ف ما شاء الله كانت ناجحة مئة في المئة والدي دا ما نعود لكم شلدة ديالها كذلك النوع اي ديال لأسل تتلعب دور لأسل من النوع اي جيد ولأسل ازتي ولأسل حر من هذه الوزوينة تيجي هذي البقلاوة الطعم ديالها الديد وكذلك هذي السمن اللي تنديرو في اللول تعطي الطعم لديد بزاف لهاد البقلاوة ما شاء الله راها مقرمشة مقرملة ومعسلة ف نتمنى كوم تجربوها خليولي في التعليق الرأي ديال كيف اشجاتكم هنا راها اللقطة اللي كنت درتها تتقط اللي فوق الشبكة على كان شي عسل زايد يهبط وهنا بالنسبة الاحتفاظ بيها فاش الواحد يبدي احتفاظ بيها تيدير الطبقة اللولة وتيدير البلاستيك تيدير الطبقة الثانية وتعاودي دير البلاستيك الغدائي ما بين طبقة وطبقة الواحد تيدير البلاستيك بيش تتبقى محافظة على الرطوبة ديالها انها تتبقى فرش وتتبقى مقرمشة ولا تتلسقش على بعضياتها فهذه الطريقة الاحتفاظ ممكن تحتوى بيها بره ممكن تحتوى في اللاجة او في الكونجيلاتور انتما اش نحبيت فهذه كانت الوصفة ديال اليوم معسلة البقلاوة التوانية الشمالية لحقها وطريقها بجميع التفاصيل شكرا على المشاهدة لتقي بيكم فيديو قادم وصفة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته